لايه تلاتة زمايلي تلاتة. تلاتة زمايلي توفوا واحد منها خطوطة عربية والتاني كان ركب عربية وتقلب والتالت برضه كان ركب عربية وتقلب. كويس? فلفقات تلاتة من زمايلي بسبب العربيات. هل معنى كده ان تصنيع العربيات ده عمل لها اخلاقي? عمل لا عمل اخلاقي. ليه? لان فيه فواية كتيرة كده بتعود علينا منه. احنا لو ماكفيش عربيات ماكوناش نعرف ناعب. ماكوناش نقوا وابني هنا. لما فيش مقروسات الناس ماكوشرفي تيجي هنا. مافيش مدوس ہیں الناس ماكوشرفتي هنا. وبنفس نفس المنطق ماكانش هيكون فيه عربية اسعاب. كانش هيكون فيه عربية مطافي. كانش هيكون فيه عربية بوليس. كويس? فالحاجة لهو تصنع يكون في منها شوية اضرار بس يكون منافعها اكبر فدا يغلب ايه؟ يغلب ان هي اخلاقية طيب خلينا ناخد مثال المنافع والاضرار المثال اللي احنا اتكلمنا عليه ومرت موردي هو الراجل المنعallas, التفقرات والآليات كثيرة لتبكتك تبص على عدد المستفيدين عموما Londres المجتمع. هايبوا ايه? هايبوا اكفر. صح? وحط نفسك مكان الفقراء. بيس. الخارة الذهبية. هايبقى ايه? هايبقى حكو جدا. طيب. يبقى هل ده تصرف اخلاقي? اه. تصرف اخلاقي. عش انا حزن مصادة اه. طيب. يبقى حتى محتاجين محتاجين نضبط موضوعها شوية. لازم يكون فيه شوية قواعد غير قبيلة للكسر. اللي هي قواعد. حسن? هل احنا مختلفين ان السر احرام? مفيش حد مختلف ان السر احرام. حسن? السر احرام في كل شرائع حرام. يبقى غلط. يعني مهما قلنا ان لا. ده الفقراء عادنا بقى نلوي فيها. ده الفقراء حيستفيدوا مش عارف ايه. ده الاغنيات ايه? ده. القصة جماعة. القواعد اللي هي الصلبة اللي موجودة في الاديان زي. راح انتش هي تلحد. محدش رسر احد. الحاجات اللي هي تطبط المجتمع. يعني ملاش حل. لان لو احنا نتكلم على مثال الاغنيه والفقراء ده. اولا كل واحد ممكن يكون روبين هول. فدول ياخدوا من دول. ودول ياخدوا من دول. وتخش الجامعة تلاقي ناس بتاخد الجزمة بتاعتك. وتخش مش عارف تصلي تلاقي برضو حد بتزجوني تلاقي حد ياخد شطة بتاعتك كويس. فالحياة مش كتابة مستخرة. ممكن خليبانك اللي بياخد الجزمة ده ممكن يكونين? ممكن يكون محتاج. ممكن يكون محتاج. ممكن يكون محتاجة. بس هل هل ده يخلي الموقف اخلاقي? بخليوش اخلاقي. فالسرق احراف. احنا برضو قافة في المجتمع منتشرة جدا. ابو ناس بك برضو الكيسم يعني يعني انا وانا في اولا اتصالات في اولا اتصالات. اخويا. كلمتوا في تليفون. قلت له و جيب لي لا صحيح كاسم اقل تعالي المسجد احنا برضو بالحاجات المنتشرة. بالحاجات المنتشرة الشاي والقهوة والعشان تماشى مصلحة كومية لازم تدفع حاجة معينة. احنا ممكن نقعد نلف و ندور و نقول السيستم محدود كده. ونقعد نلف و ندور و نقول معلش و نطر و نقعد نلف و ندور و ندور كلام كتير قوي. صح? انما في مبدأ في مبدأ اساسي و صال اسمه ان الرجل هو حراف. صح او الغلط? المضاء منتهي. يعني كي حد اعطي راتي. لا عنده سؤال. سؤال سؤال. سؤال سؤال. سؤال احمد رواتي بنتكلم انه في مبادل قواعد دينية موجودة لازم نحترينها بذلك. صح. وهو قواعد جزء من الاخلاقيات. هو ده صح يعني. هل المبادئ و القواعد الدينية جزء من الاخلاقيات؟ سؤال سؤال. هل القاعدة الذهبية جزء من الدين و علاءة؟ القاعدة الذهبية جزء من دين. صح؟ هل الملفاعة العامة. لها اصل الدين و علاءة. ليها صح؟ اي انا انا اعيز اصدي اعيز اي. انا دلوقتي القواعدة هل مين اضطفنا؟ اتجاه كتير. يعني في فلسفات وفي اديان. بس كلها كلها كلها. مين الوضع يعني فلسفات من الوضع القواعدة؟ بشر. في الاديان من الوضع القواعدة؟ ربنا. يبقى لا. طيب انا اعتمد على ايه في الاثنين؟ احنا من يجب علينا اعتمد على اعتمدين طب. بس السؤال بلى حاجة بلى ثانية. لو احنا عايزين دون شور في الاخلاقيات في المجتمع. احنا عندي سؤال دا معلش. طب انا دلوقتي ما بعتمد على الاثنين ده بيعني ان فيه قسور في الاثنين. يا جماعة يا جماعة اسمع الاصر. اسمع الاصر. مدام انا بدمع من الاحاكتين فده معناه ان فيه مقص في الحاكتين فبحاول اقصة واطلع احسن حاجة هل 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 في معنى ان احنا بنتكلم على حاكتين ان فيه نقص. فبنكمل لهل دعناه كده? نعم. دي القصة ان هو ما فيش طعام. ايه طعام? انا اخذي انا اخذنا الفلسفات انا لا يعرض الدين. جميل وهو ده اصلا في الدين. يعني هو ده اصلا في كل الاديانة السامورية. كويس. وده اصلا براحتنا سبحانه على حق. ده ده القواعد اللي ربنا حقها. كمان. يعني زي بالزلط الموضوع للقوانين ونحش يعاده كده. هو ده سؤال اولاني. فيه سؤال تاني بقى. سؤال اولاني. سؤال اولاني. سؤال اولاني. بس يعني عشان بس نستقر على اجابة ليه. القواعد الاخلاقية اللي انا بناخدها كلها مستقر نتي. انا اصبق كده حتى في الفلسفات وكده. هو هو بيقعد يد في المجبود. كويس. انه هو يجد يحط قعدة اه في في اه في ومسلا في علم الاخلاقية دي. في حين ان هي اصلا معي موجودة عني. يعني هي الهنة موجودة. تمام? انا دلوقتي عندي الاصل. وعندي فرع التحديد. الفرع ده بيوافق الاصل وده بمعجات كتير بقى. بس انا قد عندي الاصل. بص الدين دي كلمة في ربنا. كويس. فيها جوا حاجات كتير جدا 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 صح? فيها جزء اسم اخلاقية. فيها قواعد. احنا بنطلق على قواعد دي. وبنتكلم فيها. هل ده في اي تعارق بعدين? لا لا ما فيه. انا باتكلم في انا باتكلم ان الاصل بقى مش مش علم الاخلاقية. لا في اصل اصلا في فارقة محطوطة اصلا في الاديان كلها. اه يعني ودي مش يعني اصلي مش اللحظاتها بشعي. ده 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 مش مش. كويس مختلفناش. هنوصل نفس نتيجة. هنوصل نفس نتيجة. تمام? سؤال التاني اه. هنوصل نفس نتيجة بس دي نقو فيه لطة فيه يعني فيه لطة مهمة عموما يعني. لو فيه مساحة مشتركة عموما في اي مجتمع. الناس بتتفق على النهايات فيها. كويس يعني احنا نتفقين ان احنا هتصرف بشكل اخلاقي ان احنا هنحط نفس ده مكان الاخرين ان احنا هنغلب المصلحة العامة. ان احنا هنحترم المبادئ والقواعد اللي احنا طلبين عليها الدينية. ان احنا هنكمل الحاجات تانية اللي احنا نتكلم فيها. كويس? وكل واحد يعني انت ده مطلب. المجتمع ده الدولة المجتمع البشري. مش كل الناس فيه زي بقت. كويس? بس الناس في الآخر اي عايشة مع بعض. لو احنا باتفقين على النتائج ومنطلقات مختلفة فدي مساحة مشتركة. كويس يعني انا متعكد ان فيه زملة هنا. هم من يعني. اه في زملة هنا. يعني فكرة القواعد الدينية ممكن بقيت اشخي او ممكن يكون عندهم قدية اخرى. كويس? ممكن حاجة كتير. طبعا كان ده لما تخرج المجتمع يكون اكتر واكتر واكتر واكتر. فاخنا احنا بنطلق حاجات مش متعرضة مع الدين. طليم مش متعرضة مع الدين طيب احنا بس ايه? احنا وصلنا. احنا فييجة goddess احنا نتكلم عليه اسم. ان احنا نتكلم عليها. كيف تم deviش تعيض احناعمه عليها. انه فيش تعود انه بديو بيلك؟ no لا، كانت لك منطلق؟ أو يعني ناس ممكن يكون لها منطلقات، ناس أخرى ممكن يكون لها منطلقات، بس هل يصل على نفس النتائج؟ المهم؟ لتطبقها، ونشتغل بيه؟ هو الفكرة أنه ممكن واحد يكون له منطلق لأنه هو يعمل المواقف أو الأفعال أو المصرقات؟ يا شباب، يا شباب نسمع؟ ممكن واحد يكون له منطلق وهو مختنع بيه جداً، والمنطلق ده بيحض لأنه يعني حاجاته الأفلاقية، والمصرقات الأفلاقية، وهو شايف ومختنع أنه صح. بس القواعد اللي خطوها دي، يعني مش نقول كده؟ يعني القواعد اللي احنا نقول لها، اللي احنا بنحاول نحنا نتفع عليها، هي قواعد بمنطلقات مختلفة؟ بسؤال الثاني هو في قتة اللي هي فكرة أنه هو بياخد الرشوة أو بياخد الشاي أو كده علشان هو محتاجة أو جداً، في الأديان طبعاً معروف أن الرشاوة، وأن أنت تدي حاجة مش حفو، وده غضة، وفي المبادئ، وفي القواعد اللي احنا نتكلم فيها، بس يا الفكرة طيب، أنا دلوقت ده دي شبهة أنا شخصاً مش عارف الظاهرة، يعني حتى عارف هاي، نشتغلها، فكرة أنه مثلاً طبوها أيام روح سيدنا عمر بن الخطاب، رفعت الحدود، مثلاً حد السرقة رفع، علشان انه حصل فيه عم مجاعة، بما ده معناه أن اللي بيسرق مش ينحسد؟ طب سوياً، اي رأيكم؟ بس شو محتاج؟ هل إحنا يعني، أيام سيد عمر بن الخطاب، لايق إنه حصل فيه مجاعة، فهو رفع حد السرقة لمد السرق، فإي رأيكم؟ ها يعني، هذا الناس كده يعني أصرق، لا، 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 مصرق زي، مأخر مكتب بك، اللي يقول لازم يبقى عليك هوائب، يعني أنا ما ينفعش طبور حد السرقة، إلا لو كانت اللي سرق، يعني لو سرق دا وكان محتاجي بسرقة، منفعش طبور حد السرقة، فطر أمو أن العموم، أن اليسرق محتاجيني، يبقى خلاص يبحث التفاد، يبقى خلاص، لذلك، ثاني أحدا، أيوة، شبب رجل تلف الناس، يا جماعة نسفع يا جماعة نسفع يا جماعة نسفع طب سويات ودي احدى المشاكل الكبرى احدى المشاكل الكبرى في يعني في نظرتنا الاشياء كتير اولا انا مش تعمل انا مش تعمل المشكلة الكبرى المشكلة الكبرى ايه هي بممكن الكلام ده كرّ كم مرة يعني على مستوى لو احنا كانة على تاريخ الاسلام كرّ كم مرة بسنة؟ فأيام سيدنا هو ايه؟ مرة مجاعة في المدينة معلها أن الناس مش لاقيا تاكل بجرفة مش لاقيا تاكل يعني مش لاقيا تاكل وتشرب مش مش لاقيا تاكل وتشرب وتتفسح وتتعلم في فده خلي بالك دي المشكلة بقى ايه المشكلة وده داق عندنا ان احنا احيانا انا مش مكلم عليه خالصة بس يحدى المشاكل اللي عندنا ان احنا احيانا منبص على الاكسابشنز يعني يكون في قاعدة كبيرة يكون في اكسابشن خاصة مرة فنروح عمي ايه نروح قديني القاعدة عشان هل ده يعني هل ده منطقي هل ده مراجب مسخة عائلة هل ده اي حاجة لا خالص الاصل هي القاعدة الاصل هي القاعدة دي موتا النقطة التانية هل رفع حد السرقة حد ذاته خلي سرقة فاخر ما خليش خده خالص النقطة التالتة ان اصلا يعني توثيق الاصل هي القاعدة الاصل هي ان احنا مش عايزين لما يكون في قاعدة كبيرة واضحة كلما تفين عليها والاديان كلما تفق عليها ونبص عليه نبص على الاكسابشنز تفين عليها براي disproportionation عgang الرغم الرغم اقص الوضع بس مختلف من هنا الهنا. السرقة انت بتغذي اخرين. السرقة بتغذي اخرين. لو انت حتى الاكل والشرب اللي بتتكلم عليه فانت علشان تعيش. علشان يدوك تعيش. مش بتغذي احد كامل. النقطة ايه? ان انت بتقول هنا ده وقتها هيكون صح. هيكون حلالة. يعني انت بتواسبة مو مين حاقتين. انك تموت. و ان انت. مقابلين ؟ فده وقتها هيبقى صح. انك تعمل كده. ده صح انك تعمل كده. مش صح إنما في الكيس بتاعتنا دي ما حدش قال إن الصح انت صح ممكن أنك تروح تكلم بقى الناس مسؤولين تعمل مش عارف إيه تعملوا جمعية يعني ما خلقه صح عموًا فردو الشباب من القواعد دي ليها تفسبات وليها ليها بصرفات معينة ومعروفة ومحفوظة تعرف يوسف يعني أنا حنرتاح قوي لو إحنا ركزنا على القواعد عارف لو إحنا غلطنا في الاكسبشنز ما عرفناش خالص لسنة ما عارف دعاش خالص الحياة هتستقيم وتستقر والدنيا هتبقى أحسن كتير قوي من لو إحنا عارفنا كل الشباب ما عارفنا دلوقتي يعني بكلم أن احنا عندنا قواعد كمانة الشواز تقريباً بيبقى لها قواعد الشواز كمان بيبقى لها يعني انت عارف ما تكسروا في ازاي ما خليها في القواعد خليها في القواعد طيب ماشي يا شباب فإحنا تتكلمنا على المثال بتاع روبين هود يعني أكمل بسنتنا كده ومتكملتها فإنا على روبين هود تتكلمنا على الرشوة كان المثال بتاع مساعدة الناس في الامتحانات والغش والحاجات طيب إحنا يعني أسأل الغش في الدين حلالة أو حرامة؟ حرامة أم لا يعني هنرفع حد الغش على الناس على الناس اللي بودة مطرس الاتحان كويس؟ فالغشة حرامة كل ما تفقين الغشة حرام الغشة حرام فمش مفروض نحن نغش ودي حاجة واضحة دي ما فيهاش بقى اختلفات يعني ما نغشانة ايه؟ فليس مننا صح؟ ما نغشانة فليس مننا وخلاك أنتوا فاك أنتوا عارفين حديثنا نور صلى الله صلى الله عليه وسلم ده يعني ايه المخوف بتاعه كله على بعضه؟ حد يروي المدى على الناس والله يجسري منه لقمت ريوله من تحت وحطت النشط بوض. كان طمره. طمره. السلعة انصالت قلباء حطت المردول تحت وكشف فوق النشط خويت. فالرسول وصلنا من المشاشة المضوى داخل ليش تحت لها المردول. فالراجل اجود اصاله بلهم ينسبها يا وصل الله. فالغالة لهم لا خلاجة عمتانه طول حتى يرام الناس. واخدين بالك وحنا وصلنا الان دقيقة. يعني اخدين بالك وحنا وصلنا الان دقيقة. الراجل الناس بتيجي. مش مثلا يقول لهم مش بيقول لهم انه كله كويس. اساسا. لا مش بيقول لهم كده. ده ايه الوضع? ده هو كان حطت الكويس فوق والوحش فوق. ومش بيقول له ناس حاجة. كويس. فانا والسلام اكتشف الموضوع ده. فقال له طب انت ليه مش بتحط الوحش فوق علشان الناس كمان تعرفين. ان في وحش. كويس. ما نغش انا ايه. فليس من عشان نعرف. هو يعني احنا دقة في موضوع لغش ده لانه درج. كويس. فإحنا للأسف. للأسف. نتيجة ان احنا بنشوف الغلط حوالينا. يعني احنا بتفقين كلنا متفقين ان الرشوة حرام. السرقة حرام. الغش حرام. كويس. دي قواعد ثلاثة المفروضة عندنا. قواعد ثلاثة عندنا. طب وبعد يعني. بس في الاخر بنعملها. ليه؟ ليه بنعملها. تفكروا ليه بنعملها. مرد احنا نحنا نتفقين وقاعد ببعد. ليه بنعملها. اه هو بقى بقى بصوا جماعة للأسف زي ما تكلمنا في الأول. الاخلاقيات بتعدي. والأخلاقيات بتعدي. انت ممكن يكون مختنع عقليا. يكون مختنع عقليا بحاجة معينة. بس نتيجة ان اللي حواليك بيتصرفوا بشكل ايه؟ لا اخلاقي. صرف زي هم. ودي بقى اهمية المحاضرات دي. كويس. يعني اهمية المحاضرات دي. ان الناس تتكلم في الاخلاقيات. والناس تقعد بتديبيت. ويوسف يقول لنا مش عارف ايه فهي ترد عليه. والناس ترد وكده. اهمية الكلام ده ان هو جواه احنا بشر في الاخر. دي طريقة تغيير سلوكنا. ان احنا بتجلنا افكار من الواقع المختلف. احنا بتجلنا افكار من ايه لبنحدة. فاحنا عايزين نخلي افكار كويسة. كويس? طيب بان في حد عايزين حاجة. كان هو الاول عايزين حاجة. طب. طب طب دي كل واحد. طب انا حسن سؤال. هل في دي في الحياة? هل في دي في الحياة? بيحل القتل? او السرقة? او الرشوة? او الغش? لا. كويس? زي ما اقولنا. الاخلاق غزء مين? لدي حاجة تلب فممكن تكون حاجة الناس منتفئة، الناس منتفئة ان هي اخلاقية وده الطبيب ان الناس منتفئة هي اخلاقية بالطبع اللي احنا نقول عليها بالمبادئ اللي احنا مقتمعين بيها فحتكون اخلاقية، بس مش معنى مش معنى يعني انت تتكلم مثلا على لحم الخدزير مثلا او شرب الخم التعريف التصح لحاجة زي جنة مش اخلاق ولا اخلاق فيه تعريف التانية فيه حلال وحرارة يعني الاتنين دول مش ايك ولا بعض الاتنين دول مش ايك ولا بعض ده توصيب وده توصيب نعم ده بص شرب يعني اكلي من لحم الخدزير مش هي افضر بشكل مباشر يعني مش هي افضر بشكل مباشر على احساس الراجل القصادي ايه حيقوقت ولا مش مبسوط، مش عارب ايه الحاجة دي كلها انما انما حاجة زي ان انا بقدي ناس او باخد رشوة او بسرة او بقتل او غيرها حي افضر احنا لما جاء نعرف لما جاء نعرف التصرف الاخلاق ايه كنا بنقول تصرف الاخلاق ايه هو اللي بيراعي اخرين اللي بيراعي المجتمع ده ده تعريف ده تعريف احنا عرفناه كده بس مش معنى مش معنى بتعريف هي دومينز يعني ده دومين اسمه حلال وحرام ودومين اسمه اخلاقه ولا اخلاقه فيه انترزاكش ازما بينهم انما مش هما الاتنين ايه نفس الحاجة كويس؟ انا بس حاسا نسوال هل احنا متفقين يعني احنا متفقين ان مكتب حول حاج بس؟ يعني لو كده بتتكلم بشكل ابسوليوت كده المكتمع الياباني المكتمع الياباني من ناحية الاخلاقية من ناحية الاخلاقية عموما مكتمع مستوى مرتفع ولا مكتمع مستوى سيء؟ مستوى مرتفع جدا هل بيعمل حاجات؟ احنا شايفينها حرام ولا لا؟ بس ده مش بيقول ان هو مكتمع من ناحية الاخلاقية مكتمع جاي؟ من ناحية الاخلاقية بيراعوا الناس والمجتمع كله على بعضه مرتاح نعم؟ بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ تفضل بقى محمد جواب محمد حيوليها حاجة صح؟ صح؟ مه Did you see a eye about a eye? او الان ايه؟ فوانا ما اخبت بالتالي الي مش هادله مديت شو الريح كويس ايه يعني انا الكيس اللي بتكلب فيها هنا دي انا بتكلب على الناس اللي بتاخد راشة ناس اللي بتاخد راشة ناس اللي بتاخد راشة تأمين؟ بيعمل ايه؟ اسمعني أسوا هنكمل لسه في قاعد اخرى في طارق الضرورات تبيح المحذورات الضرورات واللي نازل من بيته مكانش ناوي ياخد رلاع على بيته يعني حالة هيخليها صح هيخليها صح اخوانا ارجوك وناس معا ربينا عارف يا حب نغلق ومص مش كده بس المرتاشة موكليتوب والسارة موكليتوب اي حد موكليتوب اي حد بيعمل حاجة لا اخلاق اي موكليتوب هل ده بيخال حاجات بيخال حاجات اولا حرام حلاق لا انما 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 فكرة ان ربنا بيخفر دي دي بتعمل ايه؟ بتقول لنا ان احنا موكلي بقى وحشين وبعد نشوال بقى كويسين والبان مفتوح الكلام ده اطباع الدين على الاخلاق على اي حاجة البان مفتوح فيه غلط بيتعامل ممكن احنا نفس الاشطاص هم هم يبقوا يعملوا صح ماشي الحال؟ ماشي الحال؟ ماشي الحال؟ اي ده انا مش شاتي عشي جيب عربية اقول ان ده ضرورة صح؟ يعني العربية بتاعتي مارسيديس ومش مكافيان المشكلة بقى جماعة ايه؟ المشكلة ان الكلتشور بتاع تباس على حاجة زي الرشوة دي احنا بنتكلم على الناس مضطرة لما بتكون دائف المجتمع ده في المجتمع هل الناس اللي بترتاشي فقط؟ هي الناس اللي بتكون محتاجة بس؟ لا لا علشان كده لازم يكون فيه شوية طواعب وعشان كده يا جماعة لا الله يرضى عليك فاكرا فاكرين اول حاجتين فاكرين يا جماعة اول حاجتين اول مسيطين اول مسيطين اول مسيطين مصيحة الاولانية ابدأ صحب ابدأ صحب لان اللي بيتعود على رشاوي صغيرة مع الوقت بيبقى صعب ان وسلوهم الشغل ده قصلا يتغير الحاجة التانية تخليك قوي وشاطر علشان لو انت لقيت سكة انت لقيت نفسك مش بسكة لا اخلاقية يبقى عندك القدرة بشكل سهل انك تسبها وتروح سكة تانية كويس ماشي الحاج؟ فدي قاعدة التالتة تمام؟ في القاعدة التالتة طي خلينا ناخد مثال تاني برضو كنا اظن قلنا بتحصل في اماكن كتير اعرفين كاميرات مراقبة؟ في احيانا شركات او مدارس او غيرها بتضع كاميرات مراقبة المراقبة اللي بيحصل في الشركة اللي بيحصل جوه المدرسة او غيره وغير كده احيانا في شركات الاي تي بيرائب المواقع اللي الناس بيخش عليها الناس بتقضي وقتها في ايه على اليوتيوب بتضيع وقتها على فيسبوك او كده ولا بتشتغل كويس؟ فهل ده تصرف اخلاق او هل اخلاق؟ بيحد ده تجسس ايه؟ 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 طيب انت تكلمته ولا؟ تكلمته بجده؟ طيب انت تكلمته بجده؟ طيب انت تكلمته نسبة يا جماعة؟ اه مرابة فاك العمل اه مرابة فاك العمل معادي معادي حلف ايه مرابة فاك العمل ايه مرابة فاك العمل دي مسألة اسعب شويه يعني خلينا نتكلم فيها برضو مع الوقت بس خلينا في المسائل الاسم هو بيقول ان انت احيانا كدولة ممكن فكرة ده انك ما تشوفش الناس بتخش علي ايه او تشوف الناس بتخش علي ايه او كده اول ما تحط ورامج تجسس او انت وظفتك انك تجسس عن الناس دي وظفتك بايس؟ بحقال ده يخليك انك بتعمل حاجة لها اخلاقية او لها النظام بس انا حنتكلم فيها بس صعبة شويه اصعب من اللي حنتكلم فيه دي وقت هيا يا جائع اخد ضد انا مجاسس على الناس بشكلة او او مخلوق بتعملي عمل معين يعني انا مش تاجد ان دي حالة انا اكيد يعني محبكتش معاي اخوة اخوة شخصية او انا في الشرق ثم يعني لو هو انا شاف انه هو انا شاف انه هو اخلاق احلي ما انه عارب الشغال ده عارب كويس اوي كده احنا بناء نوضح سنة الموجود اممكن ان يحصل مطارقتين ممكن يحصل ان الناس مش عارفة ليه الناس مش عارفة علشان نطلع الغلطات علشان نطلع الغلطات أو نقول للناس أن هذا المكان المراقب أو هذه المكلامة المراقبة أو تصل مثلاً بأي شركة محمول تيجي تقول شكوى فيقول لك إيه؟ المكلامة دي مسجلة، تمام؟ المكلامة دي مسجلة حتك المتعلم مختلفة عند بعض ايه0 لو أنت لا تعرف بإيه فهو دا يقع على تجسس إن هناك أحد يقص عليك وأنت لا عارب إن هناك أحد يقص عليك وأنت لا عارب إنما لو أنت في الأول قيل للناس أن تتجسس وهو اثنين، ثم اثنين، ثم اثنين، 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 ونحن نضع الكاميرات بأرداء المشاهدة بتعمليه في الفصول. وهنحط كاميرات عشان نشوف الناس بتعمليه في الشركة. وهنشوف الويب سايت ودي اللي لسه تحت الويب سايت المسموحة ودي اللي ممنوعة. يبقى لها مفوش اي حاجة. بس? فخلوا لكم احيانا احيانا خطوة او اعلام لناس تخلي الحاجة من لقى اخلاقية لقى اخلاقية. بس? يعني التصرف ده لو الناس ما تعرفش يبقى تجسس فلا اخلاق. لو الناس تعرف يقفاش اي حاجة خبز. ماشي قباب? طيب. الحاجة الرابعة القادة الرابعة اللي عندنا. التعميم. ما معنى التعميم? ما معنى التعميم؟ خلي بقى لكم. فيه شوية حاجات احيانا كده. تعالين يعني فيه شوية حاجات مش بيبان تأثرها اذا كانت كويسة ولا واحشة احلقية ولا احلقية غير لو تخيلت الموقف ده الناس كلها بتعمله. كويس? يعني ممكن ما يكونش باين قوي قوي في ممكن ما يكونش باين قوي قوي في المصطحة العامة. ونفس الكلام بنسبة لمبالي الدينية. ما يكونش باين قوي. يعني فيه شوية هلس كده يعني يترجح لك حاجة انما مش ايه مش واضحة اول. انما لما تيجي تعمل تباين جدا. يعني انا حقول ابثلة بسيطة جدا 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 المشي عكس الاتجاه. المشي عكس الاتجاه. تمام? اه. المشي عكس الاتجاه. تعالوا انطبق عليه حاجة زي الجولدن رول. طبق عليه حاجة زي جولدن رول. ايه اللي بيحصل? يعني احط نفسك مكان. طب. الطريق ممكن يكون فاضي. يعني ممكن يكونش في حد موجود الناحق التاني. طب حتحط نفسك بكمين. طب هل فيه حاجة في الدين بتقول ان ماشي عكس الاتجاه حرام? ما فيهش حاجة واضحة كده بشكل واضح ساي السرق او الرشوة الحاجات دي. بتتكلم بالموضوع ده. طب هل المنفعة العامة? المنفعة الناحق التاني. فيبقى المنفعة العامة. انا حفيد عشرة. بيس? وهو واحد ما سهول مجل يتضر. بيس? فالمنفعة العامة. حتبان فين بقى? كل الناس. في التعميم. حتبان في التعميم. يعني انا الحمد لله كل الموقف الاخلاغيات على طولها. بيس? يعني كل المشاكل كل المشاكل يتعطف. انا في عشان يعرف التعميم لما لما الموضوع بيبنى ثقافة. بيس? ارجوك. كنت مرة طالع طالع المحور بتعصفت من ناحية الدقيق. احفين حتا ليه لانت عماري. اي انا. فانا طالع ففيه ادام المكرواس. فالمكرواس يكون لديك بعقل ليميني. لاقيت ايه? لديت مكرواس اتفوني. فعلا فعلا يعني لول اساد ربنا انا كان زمانيا مش موجود دلوقتي معاك وخالص. فالموقف الموقف مرعب الموقف مرعب مكرواس هو ايه؟ مكرواس جاي نازل وهنا طالع. يعني هو نازل وهنا طالع. وحازنينه عن نفس فهو يطلع موكفور رصيف ويمشي عكس في وفر شوية وقت. فاين يحصل؟ موكرواز ثاني؟ فاين يحصل؟ موكرواز ثاني يعمل زيو، فاين يحصل؟ الشارع التالي الفاضي اللي الناس كان فيه بشكل طبيعي هو كمان وإيه؟ وهو كمان وإيه؟ طبعا الكلام دا بيتكرر الناس اللي بتمشي عالدايري وكده هتلاقي الطريق الدائري فيه اتجاه وفيه اتجاه تاني فهتلاقي بقدرة قادر لو فيه اتجاه واقف، الانتجاه العربية النقلة تطلع فور رصيف وتنزل الناحة التانية وتمشي عكس وانت موصيبة بقى، الناس اللي جاي ناحية تنشي موصيبة بقى، ففيه حاجات مش حدان قوي غير بالتعميم يعني موصيبتها حدان بالتعميم، فلو انت لو جيت عممت الحاجة، لو جيت عممت الحاجة، لقيت ان حيكون فيه قامة كدير، تبقى يا جماعة تبقى لها أخلاقية شوانس، 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 راكني هات، لسه دقل؟ ارايوكم، ممكين يوان، 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 الوان ويس طيب، حاجة تانية، حاجة تانية الكلام في المحادرات الكلام في المحاضرات الكلام في المحاضرات اخلاق او لا اخلاقين اخلاق خلونا نمسك حاجة حاجة القاعدة الذهبية هتحط نفسك مكان مين مكان مواطن الغبان اللي هو في صادق مكان زميلي يعني حط نفسك مكان اثنين في مواطن جاي علشان يتكلم معاكو ونفسه هو يسمعكو بس يسمع واحد واحد فده احط نفسك مكان ف ونفسك مكان مواطن زميلك مكان مواطن زميلك عايز يسمعه واحد بس سمع ورا ايه لديه كلام ورا هتفكروا الكلام المالفاق العامة هل نفسه تتكلم بالتفيد الاخرين ام لا بكر الناس الذهبية عايزة يسمعه حواليه دور الجوالنس الذهبية يسمع حواليه مبادئ الدينية. هل في مبدأ ديني بيقول الكلام في المحاضرة حرام؟ الموضوع الازى بقى ان انا بازي غيري. موضوع الازى بقى ان انا بازي غيري. انا بازي غيري. اه اه اكفاية. بس المشكلة الكلام حقيقي. يعني هتبني انت اوي اوي ان هي لا اخلاقية. تخيل كده كل الناس بتزن. تخيل كل الناس بتكلم لجنبها. تخيل في مجموعات تبيرة بتكلم لبعضها. بيحصل ايه؟ مهزلة. البنيانة من الوساطكم يعيز انتحب. فعلا. يعني الناس كلها بتبقى عايزة اعني تتكلم مع بعض. تبراوش اعري. يعني يعني. خلاص. ففي شوية تصرفات. في شوية تصرفات. بدان اخلاقيتها. ارجوكم. بدان اخلاقيتها. من لا اخلاقيتها من ايه؟ بدان قوي بالتعميل. بس هي ممكن شوية حاجات تانية. تباينها لك. بس بدان اكتر ايه؟ بالتعميل. كويس؟ طيب. الطعر الخامسة. برضو دي عشان تسهلك. وتأكدلك على شوية. على انك تجاو على شوية حاجة اخلاقية ولا اخلاقية. الاعلان على الملأ. بويس؟ الاعلان على الملأ. احنا. الاسم وهي يا جبعة؟ الاسم وهي؟ بقى حاجة في صدرك. بويس؟ الناس كويسين لما يسمعوا عندك. بتعملها. حيتداقوا حبيبك الكلام ده لها اخلاقية. فده كده يديك همت ان الحاجة ايه؟ لا اخلاقية. بويس؟ انها مثلا لو انت بتقول لي زميلك. اللي بيتكلم جمعك في المحاضرة. يعني انها بكلم في المحاضرة. هي والك ايه؟ يعني فونه يعني. كماما. مش بشاجة خاصة. تمام؟ فانت لازم برضو. الموضوع الاعلان على الملأ ده. تأخذ بالك بان انت اصحاب تطباقه. اوه. اكثر. يعني مثلا. انت بتصور ورق شخصي في شركة. بتصور ورق شخصي في شركة. هل حاجة كده اخلاقية او لا اخلاقية؟ نعم. لا. اخلاقية او لا اخلاقية؟ لا. لو انت الكلام تعمل في الدراء. وواضح كده من السياسة الشركة. بتقول لك لا مرعمش حاجة كده. فده ايه؟ لا اخلاقية. إنما لو أنت الكلام ده بتعمله يعني في الملأ والناس عارفة ومديرك هعارف وفيه اتفاق ما بينكوا إن ده عادي فإيه؟ هي بقى أخلاقي، كويس؟ هي بقى أخلاقي، إيه؟ شايتو أجل كده؟ أنا مثل إن حتى هذا المبلغ وأن بقى أمور باش่اء وصل أقصار بقى أتفاق، عادي أمور، فإني كبيرتك من فجل شركاتي وأندي مواصطين، وعندي مكان تصوير وعندي فرينتر وعندي شمال الحاجات ونخلص الشغل الحاجة دي والناس بتعملها على الملأ. لا يعني أنا وسألأ أنا مدي شركة المعجمين مع الدماء للموظفين اللي هم صوروا؟ أم لا شخصية؟ فيه شركات؟ فيه شركات فاعلة بتسوح من هوضر والناس بتعملها بوضوح. لو مدي شركة ومعجمين زي الحلم المالية الشركة مدي شركة انو بيهديهم الدماء أو بيهدوم حلمة عم تطيئة لوي عدد حاجة صوروا مجموعة لو هي غلط لو هي غلط يبقى مش هيرقى صح انك تقليها على الملأ احنا عندنا كم قاعدة؟ عندنا خمس قواعد صح؟ عندنا خمس قواعد لو فيه تصرف بيكسر اي قاعدة من القواعد الخمسة يبقى لها أخلق مش معنى ان انت مسلا تقليها على الملأ بس ايه الحاجة حرام؟ ان هي تخليها اخلقية فمش مجرد انا بقول دي حاجات توضح لك اكتر في بعض المواقف تسهلي كده ان التصرف ده اخلاق او اخلاق زي كده التعميم التعميم ممكن تكون حاجة مش باينة اول في البيعي تديك شوية هنتس لسا اه تخيل او كل الناس عمكة فده بيسهلك اخلقية حرامة اتفضل ما انا بقول ما انا بقول انت انت بتقول الناس اللي بتطفق فيه الناس الاخلاقيين الناس اللي انت تتكسف او انت تتكسف ان هم يعرفوا ان بتعمل حاجة ايه طيب اه تعالوا ناخد شوية اه امتلعة تاني حاجة زي حاجة زي الكتاب على المدرجات الكتاب على المدرجات الكتاب على المدرجات تشوفوا حد ديكت على المدرجات اتابع المدرجات. تعالوا. تعالوا لمسكها كالكيس. جماعة. تعالوا لمسكها كالكيس كده حاجة حاجة. القاعدة الزهبية. القاعدة الزهبية. حط نفسك مكان البنش. ايه بعد يكتب عليكم? حط نفسك يا جمين. نعم. مكان درد الكلية اللي بتجدد كل شوية مكان واحد تاني عايز يشوف مكان كويس تمام? يعني تمام? يعني مش مش مدين اوي اوي. طيب المصلحة العامة هل المجتمع بيتحسن لما تكتب علي المدرج ولا? قد يعني وضح انها مش اين? مش حاجة واضحة جدا. طيب هل الكتابة عن مبارك حرام? هل في حديث او اي او يعني اي حاجة بتقول لنا الكتابة عن مدرج حرام? كويس. انا بس يا جماعة انا بكنا على المبادئ الوقاعي الدينية. ان جدرال بكنا على الحاجات اللي هي الواضحة. كويس؟ الحاجات الواضحة. اللي هي اصلا اصلا المشكلة اين? المشكلة انا هتلاقي مسلا في المجموعة اللي قدام ده في مسلا خمسة ومئين في المية. ممكن ما يعرفوش قوي شوية التفاصيل في الخارج. نعم. فاحنا خليها عشان كده باتكلم على لما باتكلم على مبادئ والقواعد الدينية والقواعد العامة. باتكلم على حاجات الواضحة. اللي احنا كلنا عارفينها اللي هي لو فعلا انضبطت المجموعة حينضبط. انها حدبان فين? حدبان قوي فين? في التعميم. لو كل الناس. واحنا في المرحلة ما بعد التعميم يعني حمد الله. لو كل الناس بتكتب على المدرجات. ايه اللي بيحصل? المدرج بيقى شكله بشع. بيخلينا احنا كقسم. يعني احنا كقسم. بندهل المدرجات. مسلا كل سنتين. بنغير مدرجات. انا ايامي ايامي على فكرة مدرجات كانش بالشكلة خالص. خالص. همام ده. طبعا التكييفات والحاجات اللي بتعاشين فيها الايام دي يعني. كانش موجودة بالمرة يعني. كان المرافع يتشاجب العكل. فنتيجة الناس. ناس كتيرة بتعمل الموضوع ده. اللي بيحصل. المكان بيقى شكله غير قابل. قابلت اللي بتحقيق لال expedik Foundation. نعم ما دي فلوس. لي fundraising. به غير قابل للناس الطبعية اللي عايزة تدرس. اللي عايزة تدرس مكان كواس. النهائية تبقى مصوطة كوائس فبقا عاشين في المكان سيء. يعني في المقابل هنا سينية ف كلية تانية بتعيش في مكان كويس. بتدرس بشكل عاما كويس. كويس. او يعني Congress هل تحب أن تنشف في برنال أنك فلاني فلاني اللي يكتب ويكتب على المدرجات؟ مظهومش حاجة غطيفة يعني مظهومش حاجة غطيفة أنا برضو موقف موقف أول مبيانة بتقريباً وأنا طالب فيها أعدادي هل تعرفين أعدادي فيها؟ فيها سلالة كان نفسي أطلع السلة السلم عريض جداً لأن الناس كانت قادرة أن نفسي أطلع السلم السلم عريض جداً الكلية عام السلم عريض جداً حاجة بقى فايسة عشان الناس تأخذ روحية هواية طالع فإنه اللي بيحصل لك؟ يا بيت جائد صح؟ كل الناس فيها قادرة وفيه كده ممرة داية لازم تأخذ جنب وانت طالع عشان انت تعدي منه يريد كده بس المدرج السلم بقى الصغير اللي انت طالع منه للدور الأول مقفول تماماً لازم تأخذوش ممرة داية لازم تسلزم الناس انت تعدي منه بس ويتدايب فهلأ بصوا خليل لكم التصرف دا هلما ست ممكن يقول عليه حرام؟ مش حرام بس هل في آية أو حديث أو كده بتقول ان اننا نقل سلم حرام بشكل هاضح؟ حق الطريق حق الطريق بس برد مرة تامية يعني مش مش حق الطريق مش حق الطريق مش حق الطريق تقمع نسبة 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 متكلم في علم الجرفة التعديل ان الناس بتبقى تتعرفين الناس واحد يكون عدل بط فالناس مش عدل ما يتبارش عدل لو هو بيقعد ايه تسنكح في الشوارع كده يعني ويقعد في الطرقات وكده ولا بش كده بس باين برضه لو بتاكل في الشارع لو بتاكل في الشارع ستبقاش عدل بس لو انت بتاكل في الشارع ماياخدش منك حديث علشان ده مخالف المروءة بس ده اتغيرت يعني اظن شوية ده اتغيرت شوية بس كيف انت يؤتيت مرة ثانية لو احنا فكرنا في نفس المسألة بأشكال مختلفة من منطلقات مختلفة بمعارف مختلفة ممكن حد مايك مش عارف كده بس حط نفسك مكان واحد زي حلقتي كده نفسه ويطلع السلم يعني نفسه ويطلع السلم عايز يعدي فانت بتاكل الحاجة التانية برضه بتبان بتبان قوي امتى بتبان في التعميم بش واحد بيقعد على السلم انما الدفعة بتقعد على السلم فمفيش حد بيعرف يعدي خالص مفيش مكان يعود مفيش مكان تعود طب حوالك حاجة مفيش مكان تعود او الناس مفيش مكان تعود طب ممكن تقولي لي انا اعمل ايه مش انا الوحدي يعني انا او زميدي اللي هما نفسها تطلع السلم نعمل ايه نعمل ايه يعني سيبولنا مكان طيب يعني يعني العدي منه حق فهي فكرة يا جماعة يا شرام فكرة الناس تحس ببعض فكرة اساية جدا في الاخلاقيات فكرة الناس تحس ببعض فكرة اساية جدا في الاخلاقيات طيب حاجة تانية طب انا بس في موضوع فكرة الناس تحس ببعض نعمل خمس قواعد وحنقر بقية الترب وكلنا نتكلم على حاجات اخلاقية او اخلاقية او كده فعنا نعمل خمس قواعد ايه هما يا جماعة؟ طعن الدهبية الثانية نفع العامة الثالثة التعميم الخمسة ايه؟ دول مصموهم دول كده دول حاجة اهو فدول حاجة ممكن كده طيب هل احيانا في بعض المواقف ممكن نلاقي نفسنا مضطرين ان احنا نتسرر بشكل لا اخلاقي؟ نعم في بعض الاحيان القليلة اللي لازم تكون منضبطة جدا بنلجأ لقاعدة اخاف الضررية في بعض الاحيان القليلة اللي لازم تكون منضبطة جدا واللي بتحصل في الحقيقة اللي لازم نكون يعني جوانا كده ان احنا نحاول نصرف بشكل اخلاقي وفعلا نقلل الاضرار ونصرف فيه انت مهندس ومطلوب منك ان انت وعندك شبكة كهرباء شبكة الكهرباء لو كل الناس عندها اضاءة فالشبكة هتوقع كلها فانت متطر تعمل ايه؟ هتفصل عن بعض الناس هتفصل عن بعض الاماكن بعض الاماكن دي ممكن يكون فيها مستشفيات ممكن يكون فيها حد بيذاكر ممكن يكون فيها حاجة معينة فانت قدمك حاجة من اثنين يا اما هتفصل يا اما مش هتفصل القصة ايه هنا؟ القصة ان انت مش بتختار ما بين حاجة وحشة وتختار ما بين حاجة وحشة وحاجة وحشة وحاجة وحشة هنرجع يعني اللي بتدير وحشين بس هنختار لايه؟ الاقل وحشة اقل وحشة بس هنرجع اللي انا برضو قلنا عليه في المحاضرة الاولينية لو انت شاطر على مستوى الفرد هيبقى اسهل لك ان تتصرف بشكل اخلافك لو انت كدولة ومجتمع قوي وعندك مجتمع والناس شطار والشبكة كويسة مش هتضطر ان مش هتضطر اساسا ان انت تعمل ايه؟ انك تفصل على الناس مش هتضطر انك تفصل على الناس فالمبدأ اللي قلتلكه في اول مرة زيه بينطلق على الفرد بينطلق على المجتمع اسهل جدا يا جماعة ان الناس تتصرف تصرافات اخلاقية كمجتمع وتلجأ بقى الشكل قلي اللي خاد اخافت الضرارين في مجتمع فيه ومجتمع قوي ومجتمع عن مجتمعات زيه كويس طبعا بتعطب بيتعرضوا بقى المواقف اخافت الضرارين دي باشكال اقصى مننا بكتير باشكال اقصى مننا بكتير كان احدى القصة اللي سمعتها في سمعتها في سورس يعني كان في عندك مستشفى المستشفى دي كانوا بيتم اجلاقها الناس لازم تنشي و كان فيه ناس اوزانهم تقيلة والمستعفين ما كانش معاهم ادوات انه هم ينقلوا ناس باوزان تقيلة فكان فيه ناس اوزانهم خفيفة فكان سهل ان هم يتنقلوا بعدد اكبر وناس اوزانهم تقيلة مش عارفين مش عارفين ينقلوهم مش عارفين اين هو الوقت داين كان لازم تمشي قبل ما الكهرباء على المامة كلها تقطع ومعرفش نلقذ بها واحد ما يبقاش فيها اي حاجة ما يعرف نلقذ بها اي حاجة فانت لازم تتصرف عندك واحد بيقولك سعدي ونزلني وأرجوك وانت مش عارس يعملوا حاكة فهم احيانا بيتعرضوا الموخف صعب فهو كانت تسالة اصعب دا هو واحد من الناس اللي هم المليانين دول كان بيقوله اديني حققناها موتني بدل ما تسيبوني الواحدي اموت ببطن اديني حققناها موتني فقصة اصلا ان الناس احيانا بتكون متتألم وعايزة حاجة تصرع ان هي تموت احنا الحمد لله مش متعرض لها بس الناس بتعطد احيانا كتير متعرض لها ففكرة اخف الضررين دي الناس احيانا بتلجأ لها بس هي قصة ايه طبعا الناس احيانا في السياسة بتلجأ لها كتير يعني انت هتعمل حرب ممكن يموت فيها مدنيين انا بتصرق الناس انت زي تقصة بشكل اخلاق بانت هتعمل حرب ممكن يموت فيها مدنيين في المقابل ان انت القسم السياسي بتاعك ان دا ممكن ان هو يبنع حرب تانية عليك هيموت فيها مدنيين اكثر فلو انت خلويلة لو انت كسياسي عندك فكرة ان انت بتفكر في المصلحة العامة وتفكر في الاخلاقيات فانك تقلل الاضرار هتوزنها صح وتدخل اقرار الصح لو انت مش بتاسهك كده انها بتاسهك بالمكسب السياسي والانتصار وانك تهزم التاني وخلاص فالموضولة مش حقيقة في الماعدة فالناس في المواقف المختلفة فالناس بتضطر احيانا ان هي تلجأ لمواقف لمواقف زي دي طيار مثلا طيار طيار الوقود نفذ منه الوقود نفذ منه ومضطر ان هو يعمل حاجة مضطر ان هو يعمل حاجة مضطر ان هو ممكن ينزل في منطقة في منطقة سكنية ويكون في احتمال ان الطيارة يعني يتم انقذر او الناس اللي مثلا الناس اللي حيموتوا دول او الناس اللي مصابين ممكن بسرعة ان هو يتم انقاذه بس في مقابل في بعض الناس التانيين هيموتوا او ان احنا ننزل بها في البحر فالطيارة كلها يحصلها ايه الناس كلها تروح بس مليش حلموت ايه مش حلموت الناس اللي هي في المنطقة المدنية في المنطقة السكنية نعم مستحيلي خرار تاني تختار انك تباوت نفسك عشان الاخرين اه انت احيانا احيانا ممكن توقف موقف التصرف الاخلاقي ان انت تختار انك تباوت نفسك عشان التانيين عشان الناس اكبر من الناس ان هو يعيش ده اكيد ده اكيد ده اكيد يعني في احيانا التصرف بيبقى يا جماعة انك تنقل عشان اكبر من الاخرين ده التصرف الاخلاق طيب 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 احنا جواتي بقينا خبراء في الاخلاقيات وعارفين كل فائد الاخلاقية وآآ تعالوا نرجع على واحد من الامثالة اللي احنا اتكلمنا فيها في الاول خالص اللي هو المثال بتاع ان في حد بتعمل مناقصة وفي مهندس المفروض انه هو يدي قرار بالمناقصة دي الموقف كلاتي بالظلط الموقف حقيقي نقف كلاتي بالظلط ان في مهندس المفروض انه هو كان بيعمل مناقصة وعرض حاجات وجات له المطاريف المفروض انه هو يبدت فني وفي وقت البدت الفني كان فيه شركتين متقدمين كان فيه شركة يعني افضل من شركة تانية شوية افضل منها سنة بس الاتنين بعدين فني وبعدين وقت المالي كان فيه حد اعلم من التانية فانت هو مفروض تعمل ايه ده اخد الاقل فا ايه اللي حصل المديرين بتوقعوا جوم او مدير بتاع ابو باشر يعني جاء له طب ما تفكر تانية فكر مرة تانية شكل كده العرض الفني بتاع الشركة الاغلى ما له شكله احسن شوية فهو بصه في الاتنين فشاف ان احسن باشك هذا احسن با حاجة وفيه فرية الفلوس كوية فحنا لحضل الالب فراخ قال له لأ فكر مرة تانية اتأكد يعني ووقع مع الناس اللي في الشركة الاغلى وهي فاهموك العرض تاعنا اخباره ايه فهو الشركة جاعة اتحدى تتكلمت معاه فقالولوا ان احنا العرض بتاعنا احسنين تلاتة وان احنا بنودي مصايف كويسة ويعني بنقدم عروض جايدة للناس كمان احياناً ممكن يعني الشركة ممكن تدي عربيات التأسيط لنسهل يعني للشباب وكان لسه حد شاب يعني فممكن نحن سهل للشباب ان هم يبعنوا عربيات أو كده فطبعاً ايه حسن ايه؟ يعني في مشكلة في مشكلة وعرف في الاخر ان فعلاً في مشكلة ان في محاولة ضغط من المدير مع الشركة ان هم يقبع من العرض له وبدأت الحرب بدأت الحرب بدأت تضييق في الايه؟ في الاجازات بدأت تضييق في المكان في المكتب بدأت تضييق ان الناس بتأدي فيه سكاوة عشان يعمل ايه؟ عشان يقبع فهو اكتشف ايه؟ اكتشف الموضوع تماماً فهو جربوا معاه الكويس يعني جربوا معاه الجزرة ان هو يعني احنا دي حاجات فمنفعش جربوا معاه العصاية فمنفعش فمنفعش ايه المفروض لو احنا لو احنا مكان الشخص ده نعمل ايه؟ تعالوا تعالوا نشوف نعمل ايه؟ انت خيباك ممكن ممكن انت ممكن انتفاصل انت ممكن انتفاصل انت ممكن انتفاصل فانت عاينا نشوف ايه احنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن علي اعمل ايه؟ شايب الياسمية اعمل ايه؟ طب قولي انت عايز سماعات مسؤال انا اصلا ايه يعني يا عادبادي ما عايزش برضو هقول حاجة يعني انا مش ممكن انتفاصل ايه الموقف معين فصالب ده اخلاقي الموقف تاني مع شخص تاني خالص فصالب ده اخلاقي نفس التصالب مش ممكن؟ يعني ممكن على ده مش ممكن طب عطينا قواعق طب انا قواعق بص لازم يكون في قواعق لازم يكون في قواعق حليك حاجة. لازم يكون فيه خواعد. لازم يكون فيه خواعد. لازم يكون فيه خواعد بس يعني كل شخص ممكن او كل موقف ليه 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 التصالف المختلف عن الموقف الثاني. قصة هي فكرة النسبية المطلقة دي فكرة مدمرة. يعني فكرة فكرة ان الحاجات تفضل مائعة. مش مش خواعد. فكرة مدمرة. مش هنعرف نعم الحاجة. كان فيها زهرة بيقوله قاعدة كده ان الحكم سابت ولا فتوى تتغير. يعني الحكم سابت يعني قاعدة موجودة. قاعدة السرقة حرامة. لكن فيها يعني ممكن شخص يعمل الفعل الحرام ده وقوله لا. ويستفتي حد فانيان فيقوله لا انت كي صح. فانتول أزهرة ومفتيين وبتجي لهم مواقف يعني مواقف دقيقة. مواقف دقيقة. المجتمع يا جماعة انتوا عارفين. يعني هنتكلم على مسلا ناينتي فايف برسنت من الكيس. خلاني ركس فيهم. لو حنا زبطنا ناينتي فايف برسنت من الكيس فعلا هنهتتغير. صدقني. صدقني والله صدق. مواقف المناصة ده يعني مسلا ممكن يقولك شخص ده في الشركة اللي عرضها احسن او اللي عرضها اعلى في السعب. ممكن تقولك انا مش هدي مش هفيد الفرض اللي عدتها ده مش هفيد الراجل المهندس اللي بي وافق فنيا على المواطنين. ما نسمع. يعني الناس اللي متقدمة بالعرب ده ممكن يقولك انا مش هفيد المهندس. طب 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 طبعا عني فكرة. خلينا نشوف الناس هتقول ايه الناس انتو المواطنين. قولو لنا المفروض متصرف ازاي. يعني لو انت في مكانه بشكل عملي بشكل عملي. بشكل عملي. ممكن نعمل. طبعا عني. كويس واحد. معدفوك انا نصرف ازاي انا نصرف ازاي انا نصرف انا اخواني اخواني اخواني. شو صعيز انا. تفعيد الدرجة الاعلى مع احتمال المخاطرة مع احتمال المخاطرة ان الدرجة الاعلى بالتفعيد مع المخاطرة احتمال 컨انب Challenge يعني ستتعني ستاحدي الاوفر الافضل والذي حصل يحصل ... .. ماشي يعني انه اللي مش مصعب نعم أه كلها نقول سيار العرض عرض 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 ممكن ان اعتذر وار من الكرة في معها بحد تايم تحاول تعتذر انا عن نفسي عم صعب محمد اعتذار كويس في حد قال ليه محمد اعتذار دي معناها معناها ان انت شايف غلط شايف غلط ساعتخلي حد داني يعمل لا هو ممكن يعمل صحة مناني بقى وارمي الكرة في ملعبه خلاص هو اعترمي الكرة في ملعبه يجيبه حد غيره حد يحسن فنية كويس كويس اي تاني يا جماعة ممكن نعمل اي تاني انا اعتذار جي واحد بتاع ضرورة بتبعنا معظرات انا اعتذار انا اعتذار انا اعتذار انا اعتذار لا لا انا اعتذار ليس صوتين ليس صوتين ليس صوتين ليس صوتين ليس صوتك ليس صوتك طيبة واحد مية خمسين أجل طين ماتين والمتين مده حضار ردي خمسين كويس بنا خدت كده من العظم يعني ثلاثة بالشرك كده اشتفى من الجيم يعني ادخل الرشوة دي بالشركة حسنا ها بس هتفت بس هتاخد الحاجة الاجئة لجد وهتعمل اي انت هتدي اكينك يعني انتير شرف اكينك هندير شرف فانت هتعمل اللي هم عايزينه بس انت شخصياً مش هتستفيد صح؟ يعني هتماشي الأمور بس شخصياً انت مش بتكلم حاجه فيه صح؟ 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 بس انت شخصياً مش هستفيد كده صح؟ انت شخصياً مش هستفيد فانت شخصياً مش هستفيد بس هتماشي الدروسس انت ما اعمل لكم ان mange المسجد سليس الجماعة نسمة على صراحة سليس خ magazine كف فهما لو اخذوا بالعاكس المترجم للقناة 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 الرابع على حوافر? بس بدون مصلاحة شخصية. حوافر هنا بس بدون مصلاحة شخصية. اللي هي حوافر واقض الهدية دي واندخل للشركة بشكل ما. الحل الخامس يعني خليه اقول بالخامس والاولاني هو طبطين ببعض. الحل الخامس والاولاني ان انا كلها تاكتيكات لتصعيد داخل الشركة. كلها تاكتيكات لتصعيد داخل الشركة. احنا نكون خمسة واحد دول. يعني خمسة واحد دول. ايوة. السابع مش تصعر داخل الشركة لده. لح تصعر كمان خارج الشركة. السابع هفكر هشوف. هو ايه اللي ممكن اكسبه و ايه اللي ممكن احسره. و ايه اللي ممكن الشركة تكسبه و ايه اللي ممكن الشركة تخسره ونقرق. التامن ده مش هارك ما اياملو ازاي? او خليه خليه. التاسع بيقول. هو مع التالت. مع التالت. بس ده الفرق بين ده ده. يا جماعة. الفرق اه بين التالت والتاسع. ان ده انت مش عارف ايلا هيخصر. انت بترمي الكرة في ايه? انت عارف رائعه. عارف ان هو حيماشي العقد الغلو. العاشر بقى هتعمل مرضه الصح. بس ايه? بس مش بقى هتعمل يعني الصحة وتحاول تعمل محاول. فاحنا حنقول يعني حنقول ده العاشر. والتامي. اتطلب رشوة. اتطلب رشوة. اتطلب رشوة. لأ 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 لأ. وتعتامل صحة. بس في نفس الوقت واجهة السي في بتاعتك. علشان لو تصدر. طريقة هادم سي في بتاعتك للناس اللي المفتول يتقابلهم. لهم المزوطين. اشتركا مزوطة نفتع دوره. حسين. فخانينة نقول. اتنين وعاشر عمع. اتنين وعاشر عمع. طب سهين? حطوا نفسها كده. ركزوا في الاختيارات. حكزوا الاختيارات وركز يا من تهه. وكل واحد يفكر. هو هيفتار لهو في المفض دان. اختيار ياروي. اختارك ياروي. هيكون انهي انسان من الاناسين دول. وحنا هو ما تعمل. بس المحروض. احنا هنعمل ايه? احنا هنعمل ايه? انتو هكملوا ايه? احنا نستهلس لكم. على دي كل واحد كلا اتباكر مع نفسه. اتباكر مع نفسه. كل واحد بينجلب نفسه كم. الجماعة كل واحد يباكر مع نفسه。 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة